حزمة جديدة من البرامج أطلقها مركز الشباب في عدد من محافظات سلطنة عمان هدفها الرئيس تنمية مهارات الشباب واستثمار أوقاتهم في شهر رمضان المبارك محافظة البريمي واحدة من المحطات التي بدأت في تفعيل البرامج هذه نحن اليوم متواجدون لتنظيم البرامج التي يقيمها مركز الشباب في محافظة البريمي وهم هذه البرامج دورة السباحة الذي ينقسم من القسمين للشباب والبنات وأيضا ورشة التصميم التي الهدف منها سقل مواهب الشباب وإضافة دخل جديد لهم وأيضا تعليمهم مهارات جديدة واستغلال وقت فراغهم البرامج المنفذة تنوعت بين صيانة الهواتف النقالة وصناعة المحتوى الرقمي والسباحة والتصميم الهندسي تفاعل معها المشاركون ذكورا وإناثا أنا أحب أشكر القائمين على البرنامج اللي يتاحوا لنا الفرصة أن نشارك في هذه المبادرة أو في هذه البرنامج ونتعلم أو نكسب مهارة جديدة فإلهم كل الشكر والتقدير وكذلك أتمنى تكثيف مثل هذه المبادرات وهالبرامج لتساعد الشباب لإستقل المهارات في مختلف المجالات أنا خريجة هندسة معمارية شاركت في هذه الورشة عشان أستغل وقتي وعشان أمارس أشياء جديدة في التصميم وأطور من أسي في التصميم أدعو شباب أن يشاركوا في هذه الأشياء وأتمنى أن يستمر مركز الشباب أن ينتج لنا فعاليات جديدة أشياء جديدة تطور من الشباب المركز ضمن برامجه المتنوعة ينظم معسكرات للشباب تستهدف أكثر من 120 من المهتمين بالمدن الذكية والميتافيرس والذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء ويمكن للشباب الراغبين في المشاركة في هذه البرامج التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمركز الشباب ويعمل مركز الشباب على إطلاق مجموعة من البرامج المتخصصة في عدد من المجالة إذ بلغ عدد المنفذ منها في عام 2022 أكثر من 53 برنامجا استفاد منها أكثر من 26 ألف شاب وشابة من مختلف محافظات سلطنة عمان أنور بن زاهر الغريبي محافظة بريمي